بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد هيكون من سلسلة دراسة الكتاب المقدس حاليا بسجل فيديوهات من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي المشتركين المنتسبين للقناة عندهم صلاحية ان هم يشوفوا الفيديوهات اللي أنا رفعتها على القناة لغاية دلوقت وهذه السلسلة هيتم نشرها بعد شهر رمضان الكريم بإذن الله عز وجل فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيده علينا أعواما عديدة مديدة بإذن الله عز وجل كنا بنتكلم في محاضرات شرح كتاب إظهار الحق عن فكرة أسانيد كتب أهل الكتاب من العهد القديم والعهد الجديد وقلنا قطعا ولا شك إن ما فيش أسانيد للكتب المقدسة الخاصة باليهود والنصاري وقلنا طبعا إن أهم حاجة وأبسط حاجة المفروض نعرفها عن الأسفار المقدسة هي كتبة الأسفار المقدسة وإن فيه بشكل عام رأيين فيما يخص من هم كتبت أسفار الكتاب المقدس فيه رأي إيماني تقليدي وفيه رأي دراسي تاريخي وتكلمنا عن النقد الكتابي وتكلمنا عن النقد التاريخي وإزاي تم تطبيقه على أسفار الكتاب المقدس وإزاي إن نتائج النقد الكتابي طلعت مختلفة تماما عن المعتقد الثابت أو الإيمان التقليدي حول أسفار الكتاب المقدس وخصوصا في موضوع كتبة أسفار الكتاب المقدس علشان كده حبيت ان انا اعمل كذا فيديو اعرض فيها وجهة النظر الايمانية التقليدية فيما يخص كتبت اصفار الكتاب المقدس وبعدين هعمل فيديوهات تانية اعرض فيها وجهة النظر النقدية التاريخية ممكن واحد يقولك طبعا انت عملت كده قبل كده لكن ما عملتهاش لاصفار الكتاب المقدس بالكامل او ان انا اجيب كتاب مختص بالموضوع واعرض اقواله في اصفار الكتاب المقدس كلها وبالتالي الفيديوهات دي هتكون أشبه بمحاضرات لأن مدتها هتكون طويلة شوية وهتكون متممة ومكملة لفيديوهات شرح كتاب إظهار الحق وفيديوهات دراسة الكتاب المقدس هنبدأ بمرجع مسيحي بيتكلم عن الكتاب المقدس لكنه بيتبنى وجهة النظر الإيمانية التقليدية ما بيتبناش أبدا وجهة النظر المبنية على النقد الكتابي أو النقد التاريخي لأصفر الكتاب المقدس مفيش مسيحي ما يعرفش مكتبة المحبة وما يعرفش توجهات مكتبة المحبة فده كتاب من سلسلة دراسات كتابية شاملة بإشراف نيافة الأنبة سلوانوس النائب البابوي لمصر القديمة والمنيا لوفام الخليج ده كتاب اسمه دراسة عامة للكتاب المقدس ومكتوب إلى كل الخدام والمكرسين والشعب في مصر والمهجر اللي هو يعني احنا بنجيب لكم من الآخر جميع الأصفار بالعهدين والأصفار القانونية الثانية كل ما يهمك أن تعرفه عن كتابك المقدس كله شوف هنا بيقولك إيه دراسة علمية وتاريخية لكل سفر رغم أنه هو أبعد ما يكون عنده بس هو ادعاء يعني أقسام كل سفر هو أهم نقاطها دراسات روحية مبسطة للسفر من أقوال الأباء القدامة والمعاصرين آيات للحفظ والتأملات الخاصة يعني ادعاءات أي حد أرى الكتاب ده مش هيلاقي أني فيها تقريبا أغلب اللي هو بيقوله ده المهم إن الكتاب ده بتعمين أنا مش عارف بتعمين مكتوب عليه ترجمة وإعداد الأرشيدياكون الدكتور ميخايل ماكس اسكندر هو ميخايل ماكس اسكندر نار على علم في الكنيسة القبطية الأرثدوكسية ومعروف تماما توجهاته الفكرية وإنه بينصر بشكل مبالغ فيه الإيمان التقليدي للكنيسة القبطية الأرثدوكسية علشان بس محدش يظلمني الكتاب موجود عندي في مكتبتي الخاصة كويس الكتاب في الظهر عليه رقم إيداع بدار الكتب لكن مش معمول له صفحة تعريفية بالكتاب زي ما المفروض بيكون في ظهر الغلاف الداخلي في أي كتاب في الدنيا في هنا مقدمة الكاتب والإمضاء هو الأرشيدياكون ميخايل ماكس اسكندر أنا بقى مش عايز أقول لك يعني اللي مكتوب على ظهر الكتاب قصة تانية خالص يعني مكتوب مثلا هو أول كتاب يشرح لك الكتاب المقدس كله وبعدين هو كتاب لا يمكن الاستغناء عنه للمعرفة الكتابية للخدام والشعب في مصر وبلاد المهجر لا يمكن الاستغناء عنه على كل حال إحنا هنتعامل إن الكتاب ده اسمه دراسة عامة للكتاب المقدس وهو تأليف الأرشيدياكون الدكتور ميخايل ماكس اسكندر وهو بيمثل الإيمان التقليدي للكنيسة القبطية الأرثدوكسية اللي احنا هنعمله إن احنا هنفوت على سفر سفر هو ذكره وعايزين نعرف بس رأيه ومن هو كاتب السفر طبعا فيه معلومات أزيد بكتير وممكن تكون مفيدة وممكن ما تكونش مفيدة بس أنا تركيزي الرئيسي والأساسي هيكون حوالين رأيه الإيمان التقليدي فيما يخص كاتب السفر بنبدأ بالعهد القديم وده سفر التكوين قالك أصل اسم السفر في اللغة العبرية اسم بريشيت أي في البدء وهو اسم أول عبارة فيه وفي الترجمة السبعينية اليونانية يسمى كتاب التكوين بيبلوس جينيسيوس أو جينيسيس أي النشوء أو الأصل أورجين للعالم هو أول كتب ناموس موسى الخمسة وأول كتاب مكتوب في العالم أول كتاب مكتوب في العالم بالله عليك دي دراسة علمية وتاريخية يعني ده كلام العلماء المؤرخين أول كتاب مكتوب في العالم كاتبه هو موسى نفسه بص عمله لك بالفونت البولد الغليظ ويبدأ بوصف خلق العالم حتى خروج بني إسرائيل من مصر هنا بقى يعني ده فوق البيعة يحدد اليهود أن خلق الأرض بدأ نحو عام خمس تلاف خمسمية واحد قبل الميلاد ولكن يرى بعض علماء الكتاب أنه يتراوح ما بين سبعة تلاف وعشرة تلاف سنة قبل الميلاد ده عمر الكون خلق الأرض بينما يرجعه علماء الجيولوجيا إلى أكثر من 15 مليار سنة هقول إيه بس يعني قطعا ولا شك علماء الجيولوجيا ما بيقولوش إن خلق الأرض من 15 مليار سنة لو أنت بتتكلم عن خلق الأرض تحديدا يبقى 4.5 مليار سنة لو بتتكلم عن الكون ماشي 15 ده مع إنه 13.7 أولى 14 ماشيها 15 بالتقريب طيب أنا أعمل إيه كمسيحي بيقرأ الكلام ده وشايف إن اليهود أصحاب الكتاب إيمانهم إن الكون عمره حوالي 6.000 سبعة تلاف سنة والعلماء بيقولوا إنه 15 مليار سنة يعني أنت بتقدم لي تناقض علمي كده وأنا المفروض أتصرف إزاي دلوقت عمر الإنسان نحو نصف مليون سنة 2.2 مليون ألف حاجة كده المهم في الآخر إنه سفر التكوين كاتبه هو موسى نفسه ده الإيمان التقليل سفر الخروج هو السفر الثاني من أصفار موسى النبي هو اللي كاتبه طبعا واسمه العبري ولهشموت ولهشموت أي هذه أسماء اللي هو أول نص في السفر أما في الترجمة السبعينية الـ XX يعني الـ 50 بلاس X 10 بلاس X 10 يبقى 70 حروف الرومانية فهو أكسودوس أي الخروج أو الترحال فهو سجل لتاريخ خروج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين عبر شبه جزيرة سيناء وهو كتاب تحقيق الوعد بالخلاص من عبودية مصر ورمز للفداء الذي أتمه المسيح على عود الصليب من أجل خلاص العالم من الخطيئة الموروثة أنا بقرأ الكلام ده ليه يعني وصف السفر أيوة هو بالفعل السفر كده فأنا بقوله كمعلومات يعني لكن اهتمامنا مين الكاتب طبعا دي من ضمن أصفار موسى الخمسة بس أن موسى اللي كتب دا الإيمان التقليل سفر اللويين اسم السفر يشتق اسم السفر لفاتيكوس من الترجمة السبعينية الـ XX اليونانية لو يتكون لأنه يتعلق بأعمال الكهنة من أولاد لاوي بن يعقوب ليفي ويسميه اليهود من مقدمته كالعادة ويقرأ ويقرأ أي دعا الرب ويقرأ معلنا عن نطر هنا بيقول وسط كلامه عن محتوات السفر والشرائع التي وضعها موسى النبي كاتب السفر لحياة القداسة الطارة والأشياء المكرسة وكذا وكذا وهو كتاب هام لليهود وبه تعليمات وتقوص الخدمة المقدسة حسب الشريعة الموسىوية بس هنا موسى هو اللي كاتب سفر العدد اسم السفر يدعوه اليهود ويدابر ويدابر أي وقاله الله أي من الكلمة العبرية باميديبر أي في البرية وفي الترجمة السبعينية اليونانية مش عارف مين الأعداد أريثمول اللي هي أريثماتيكس الأعداد وفي ترجمة الفولجاتا لبر نوميري كتاب الأعداد وهي كباقي اللغات الأوروبية الحالية نامبرز ماشا وطبعا كالعادة سيئلنا موسى هو اللي كاتب لأنها من ضمن أصفار موسى الخمسة سفر التثنية هو الكتاب الخامس والأخير لتوراة موسى والاسم التثنية ديوتيرانومي يعني الشريعة الثانية حسب الترجمة السبعينية سبتيجنت وقال لك الاسم ده المستمد من إصحاح 17-18 هذه نسخة أو تكرارا للشريعة كما تشير إليه توراة المشنة ما عرفش بيتقال توراة المشنة أو المشنة بتاعت التوراة الاسم العبر للسفر إليها ديفيريم أي هذه هي كلمات أو باختصار ديفيريم الكلمات هنا بيقول وقد كتبه موسى النبي كما توضح بنفس السفر التثنية 31-9 وكما أكده الرب يسوع والقديس جيروم نبدأ الأول بالنص بتاعة التثنية 31-9 ده بيقول إيه في التثنية الإصحاح 31 يعني احنا بنتكلم عن أواخر سفر التثنية العدد رقم 9 بيقول إيه وبالله عليك قولي إزاي تفهم إن الكلام ده عن سفر التثنية وفي بعض النصارى بيقولك ده الدليل لسيدنا موسى هو اللي كتب التوراة التوراة اللي هي أصفار موسى الخمسة اللي ما بين إيدنا دلوقتي هنا النص بيحكي وبيقول وكتب موسى هذه التوراة هذه التوراة دي يعني إيه هذه التوراة تتفهم هذه التوراة اللي انت بتقراد دلوقتي ولا هو بيتكلم عن توراة وبيقول سيدنا موسى هو اللي كتب التوراة دي وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بن يلاوي حميل تبوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل وأمره موسى قائلا في نهاية السبع السنين في معاد سنة الإبراء في عيد المظال حينما يجي جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعه اجمع الشعب والرجال والنساء والأطفال والغريب الذي في أبوابك لكي يسمعوا يتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم كل الأيام التي تحيون فيها على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لكي تمتلكوها بص با في العدد رقم 24 بيقولك إيه فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها أمر موسى اللوين حميل تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم هو بيتكلم عن كتاب بعينه هو كتبوا بإيده الكتاب ده موجود؟ اللي كتبوا سيدنا موسى بإيده؟ لا طبعا مش موجود لأن التابوت ده بكل ما فيه تدمر وضاع خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتوا تقومون الرب فكم بالحري بعد موتي اجمعوا إلي كل شيوخ أصباتكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه كذا يعني سيدنا موسى عارف أن هم مجرمين وبيشهد عليهم السماء والأرض بمعنى أن أنا أديت الرسالة وسلمت الأمانة وبقت مسؤوليتكم أنتم الحفاظ على التوراة وده معنى قول الله عز وجل بما تحفظه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء فكرة الشهادة دي اللي احنا لسه أريينها الله عز وجل يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يعني إيه بما استحفظوا يعني طلب منهم أن يحافظوا على كتاب الله وكانوا عليه شهداء يعني شهدوا إن هم المسؤولين عن الحفاظ على الكتاب يبقى نص سفر التثنية دا بيقول إيه إن هو اللي كتب سفر التثنية يا ابن السفر بيه اللي هو هذا هو الذي كتب هذا وشاهده بهذا ونعلم أن مين بيودي على فين وبعدين هنا بيقولك وكما أكده الرب يسوع اللي هو استدلال دا إيه أحنا أصلا ما سلمناش بمصداقية كتب العهد الجديد بمصداقية الأناجي الأربعة فلو إنت جبتلي من الأناجيل الأربعة إن المسيح مثلا اختبس من إيه دا يعني وأنا بسلم إن دا كلام المسيح وبعدين فجأة نط من الرب يسوع للقديس جيروم اللي هو أحد قبائي القرن الخامس فين كل اللي في النص أنا مش عارب كده إحنا خلصنا أصفار موسى الخامسة مين اللي كتبهم؟ سيدنا موسى وهو ما جابش غير نص يتيم بتاع سفر التثنية اللي هو دليل إن هو كاتب أصفار موسى الخامسة طب فين الدليل من سفر التكوين مفيش فين الدليل من الخروج مفيش فين الدليل من العدد مفيش فين الدليل من اللويين مفيش جاي في آخر سفر التثنية اللي هو بيحكي قصة إزاي سيدنا موسى سلم التوران اللي هو كتبها وبيقولك دا دليل بقى إن اللي ما بين إيدنا دا هو التوران اللي ماحكي عنها في سفر التثنية في آخرة طيب بس عشان الموضوع ما يطولش مننا سفر يشوع مدام مكتوب عليه اسم يبقى أكيد هو اللي كتب وقلنا إن الواقع إن الاسم اللي ظهر في العنوان دا هو بطل السفر أكتر مما هو كاتبه اسم الكاتب وسرته قالك كان يشوع في البداية يسمى هشع وياهو شوع ثم دعاه موسى النبي يشوع وكان هو ابن نون ومن صبت أفرايم ولد في مصر وكان خادما لموسى وعينه لقيادة جيش بني إسرائيل وصار جاسوسا لأرض الموعد ثم عينه موسى خليفة له ليقود شعبه بعد موته بعد موسى أخذ يشوع في الاستعداد لعبور نهر الأردن ثم عبر الشعب بطريقة عجيبة لأن الله سمح مش عارف مينه ثم كتب يشوع السفر قالك إيه؟ كتب يشوع السفر ما عاد الجزء الخاص بموته بالطبع لا إله إلا الله محمد رسول الله ما هو أكيد يعني ما كتبش الجزء الخاص بموته بس زي ما قال الشيخ رحمة الله الهندي إيه دليل التخصيص؟ إيه الدليل إنه الجزء بتاع موته ده أكيد يشوع بن نون مش هو اللي كاتبه طب إيه الدليل إنه ده الجزء الوحيد اللي هو ما كتبوش مش إنه ما كتبش السفر ككل شوف بقى حتة فقدان السند وإن كان بعض العلماء يعتقدون أن كاتبه شخصا آخر شخص آخر غير مين؟ هو أنت بتتكلم عن سفر يشوع ككل؟ ولا الجزء الخاص بموته بس؟ السياق كتب يشوع السفر وإن كان بعض العلماء يعتقدون أن كاتبه شخصا آخر ما هو الوحيد اللي إنت ذكرته هو يشوع كتب السفر ما فيه علماء بيقولوا إنه لا مش هو اللي كتب السفر ده كاتبه شخص آخر وإنت ما قلتلناش أصلا هو مين الشخص الآخر ده مجهول وقيل إنه يرجع إلى منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد هو سيدنا موسى أصلا اتولد إمت ده فيه خلاف آه فيه خلاف هو سيدنا موسى كان عايش قرن الخمستاشر اربعتاشر تلتاشر اتناشر أغلب الناس بيقولوا قرن التلتاشر يبقى أكيد يا شوع ما تكتبش قبل سيدنا موسى يعني لما ترجع الخمستاشر يبقى أنت رجعت الورى أكتر المهم يعني هذه الجهالة دليل على فقدان السنة طب سفر القضاء ده سفر عنوانه ما بيدلش على كاتبه قال لك يؤرخ للفترة بين يشوع وتولي الملك شاول ويذكر التلمود أن كاتبه هو الصموئيل النبي ماشي هنصدق التلمود إيه الدليل يعني وقد اعتمد فيه على وثائق قديمة لو اللي كتب الكلام ده نبي هو ليه محتاج يعتمد على وثائق هي العملية دي بشرية ولا بوحي من الله وقد حكم هذه الفترة نحو 14 قاضيا في مدة 400 سنة بما فيهم عالي الكاهن وصموئيل النبي ودبور النبي والقاضية فقال لك سفر القضاء ده كتبه صموئيل طب سفر رعوث رعوث دي واحدة ست هما ما بيقولوش ان الكتبه ستات اسم السفر وكاتبه يرجع اسمه إلى رعوث أي صديقة وقيل جميلة ما علينا ونظرا لأن اسم داود قد ورد في خاتمته فيستنتج أنه كتب في أيامه أيوة مين اللي كتب قد نسبت كتبته إلى صموئيل النبي أو إلى عزر الكاهن واختار انت فين السند ما هو لو كان عندهم سند ما كانش حصل خلاف هو اللي كتبه صموئيل خلي بالك أنا بأكد مرة تانية على إيه يا جماعة احنا بنتكلم عنه مرجع بيمثل الإيمان التقليدي يعني حتى بشكل تقليدي أعمى يا اخي انا مش هسألك على الدليل قل لي أحفظ إيه وانا هحفظه خلاف هما حتى مش عارفين بشكل إيماني تقليدي أعمى كاتب السفر دي يطلع مين يا صموئيل يا عزرة أيوة مين يعني عزرة ده بعد صموئيل بكتير ده هنا بيقولك إنه كتب في أيامه يعني أيام داود قال له يبقى صموئيل ما ينفعش يبقى عزرة عزرة بعد سيدنا داود بكتير ده بعد العودة من السبي البابلي سيدنا داود يعني قبل انشقاق المملكة فيه إيه يا جماعة ما ينفعش والله ما ينفع ما ينفعش تقول لإثنين ما لهمش علاقة ببعض ده واحد عاش في زمن وده بعديه بزمن ويا دا يا دا ومع دا عايزنا نقبل إن الكتاب منقول بسند متصل وبتواتر بإذن الله هعمل فيديو عن مقالة كتبتها لمركز رواسخ على موقع مركز رواسخ عن انقطاع أسانيد كتب أهل الكتاب نصوره فيديو ونعرض الاقتباسات والأفكار لفيه سفر صموئيل الأول صموئيل مكتوب يبقى هو اللي كتب اسم الكاتب ومجسرته يرجح البعض أن كاتبه هو صموئيل النبي يرجح البعض طبعا ما عدا السطور التي تتحدث عن موته طب وهو مين اللي كتب السطور التي تتحدث عن موته حيث يقيل أن الذي أكمله هو النبيان جاد وناثان كانوا معصرين لصموئيل وقال البعض أنه إرمية ده كان عايش أيام السبي أو قبله وعصر السبي أو عزرة اللي بعد السبي يا جماعة يا جماعة أقول إيه بس أقول إيه واضح زي الشمس مفيش أسانيد هو ينفع تقول لي جاد وناثان أو إرمية أو عزرة طب إرمية أو عزرة ما هو إرمية يبقى كتب السفر كله عزرة يبقى كتب السفر كله إنما لو سموئيل هو اللي كاتب اللي أكمله النبيان جاد وناثان الله مستعى والله العظيم أنا بيصعب علي المسيحيين ولو أني دي ممكن مشكلة يقع فيها برضو المسلمين إن هم يلاقوا مصادر كتيرة مختلفة وما بينهم تنقضات فارق السماء والأرض لكن أنا شايف إن ده بيظهر أكتر بكتير في المسيحية سفر سموئيل الثاني ينفع يكون سموئيل اللي كتبه لا ليه لأنه مات في آخر سموئيل الأول يبقى العنوان ده يدل على إيه إنه سموئيل هو بطل السفر أكتر مما هو كاتبه لا برضو لأنه أصلا مات في آخر السفر الأول يعني ليه نسبوا السفر أصلهم في الأول كان اسمه سفر سموئيل وبعدين تم تقسيمه إلى أول وتاني يبقى هو كتب النص الأولاني وما كتبش النص التاني مشاكل كان هذا السفر ضمن سموئيل الأول وتم اعتباره سفرا آخر في الترجمة السبعينية ثم في الترجمة اللاتينية ولذلك يدعوه البعض ملوك ثاني ما علينا مين اللي كتبه ينسبه البعض إلى النبي جاد الرائي أو لنا ثاني النبي اللي اثنين كانوا معاصرين لسموئيل بالاستعانة بسجلات قديمة للأحداث برضو أنا ليه أستعين بسجلات رغم إن أنا نبي وهكتب بالواحد وقيل أيضا إن إرمي النبي هو كاتبه اللي هو بعد اللي اثنين دول بكتير والله أعلم والله هو والله أعلم وهنا خلي بالك هو يقصد والله أعلم بمعنى إنه لا يوجد الدليل الذي يحسم الخلافه إلا فالله أعلم بكل حاجة يعني هذا خلاف لا يعلم حقيقته إلا الله اللي هو نفس الكلام اللي كان قاله فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى العهد الجديد الله وحده يعلم كاتب إنجيل يوحنم أحنا ما نعرفش ربنا اللي يعرف ده المعنى طيب ده طبعا دليل على اتصال السند أكيد سفر الملوك الأول طبعا ده سفر عنوانه ما بيدلش على كاتبه هتلاقي الموضوع فيه مشاكل أكتر يحمل هذا السفر أول عبارة فيه في النص العبري والملك وهمليك أو هامليخ ومنه يتضح إنه يتعلق بسير ملوك دولتين إسرائيل ويهوذة هو المفروض بعد سيدنا سليمان حصل انشقاق للمملكة فبقى فيه مملكة إسرائيل وفيه مملكة يهوذة الكلام ده هنبقى نعرضه في فيديو أو ضمن شرح كتاب إظهار الحق هنشوف يعني وكان يضم مع السفر الثاني ده سفر الملوك الأول اللي هو الملوك الأول والتاني كانوا كتاب واحد وكان يضم مع السفر الثاني مجلدا واحدا ثم انقسم في الكتاب العبر الحديث إلى جزئين وفي اليونانية واللاتينية يحملان اسم ملوك ثلاثة واربعة يعني إيه الكلام ده وده الأوقع في التسمية إن السفرين الأولانيين فيه ست أصفار سموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني وأخبار الأيام الأول والتاني لا هما السفرين الاولانيين ما اسمهمش صموئيل الاول والتاني ده اسمهم الملوك الاول والتاني والاتنين دول اسمهم الملوك التالت والرابع يبقى فيه اصفار الملوك واصفار اخبار الايام مين بقى اللي كتب الملوك ينسب التلمود كتابته لارميا النبلة ويشير السفر الى مصادر قديمة راجع اليها برضو نفس الكلام هو لو هيرجع لمصادر قديمة ايه فكرة النبوة وازاي تكتب بوحي طب وبعدين ورأى البعض ان كاتب السفرين هو عزرة او باروخ طبعا ارميا جه بعدي عزرة باروخ ده كان تلميذ ارميا الخلاف دليل على انقطاع الوحي وخلي بالك انا عايز اقول حاجة يعني حتى لو الخلاف كان محصور ما بين هو اللي كتبوا ارميا ولا تلميذوا باروخ برضو غير مقبول لماذا يوجد شك اصلا لابد من القطع وبردو بأكد على نقطة تانية ان حتى لو اليهود على سبيل مثل اليهود اتفقوا اصفار موسى الخمسة كتبها سيدنا موسى هم اتفقوا على كده وما اختلفوش كويس نقبل احنا بقى اتفاقهم ده من غير دليل لا طبعا خصوصا لو الادلة بتعارض هذا الادعاء سفر الملوك الثاني كان مع الملوك الاول يكونان سفرا واحدا في العبريا وقد ذكر التلمود ان كاتبه هو ارميا في بابل بعد سبيه اليها طبعا هو نفس الخلاف يعني الملوك الاول والملوك التاني كانوا سفر واحد فيا اما ارميا يا اما تلميزه باروخ يا اما عزرة مش كان اي العزرة برضو ايوه يا اما ارميا يا اما عزرة او باروخ تلميز ارميا طيب سفرا اخبار الايام الاول كان سفرا الاخبار الاول والثاني كتابا واحدا في الاصل العبري ثم صار كتابين في الترجمة السبعينية اليونانية والاسم اللاتيني كرونيكلز مستمد من الاسم العبري للسفر ديفري هايامين اي احداث او حوليات الايام اي الزمن او الوقت او العصر ماشا يذكر التقليد ان كاتبه هو عزرة الكاهي عزرة ده يعني بعد العودة من السبي وكتبه نحو ربعمية قبل الميلاد او بعد الرجوع من سبي بابل في رأي البعض هنا لو افترضنا ان هم متفقين ان عزرة هو اللي كتب السفرين بتوع اخبار الايام ايه الدليل فين الدليل قد استعانى بوثائق وكتابات قديمة كثيرة يذكرها الكاتب في النص يبقى ده واحد لما يقولك ان الوثائق دي انا رجعتلها او لو انت عايز تتعلم اكتر عن الموضوع ارجع للوثائق دي يبقى هو كتب الكلام ده بواحد سفر اخبار الايام الثاني الاسم العبر الحرفي اي احداث مش عارف مين نفس الكلام كان السفران في العبرية واحدا ولكن تم تقسيمهم كذا برضو نفس الكلام هو مين اللي كتبه يؤيد التقليد ان كاتبه مع الجزء الاول هو عزرة ماش سفر عزرة كتبه عزرة الكاهن عزرة عون هلف باللغة العبرانية الممتزجة مش عارف مين وكان مستشارا في بلاط ملك الفرس ارتحتشتة لشؤون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم في موراء النهرين منذ ايام السبي البابل وقد استطاع عزرة من ان ينال عفو الامبراطور عن اليهود وسماحه لهم بالعودة الى ورشاليم بعد سبي دامة سبعين سنة بالعراق ماش فكاتب سفر عزرة هو عزرة بشكل تقليدي سفر نحمية كان هذا سفر جزءا من سفر عزرة في النسخة العبرية لاعتقاد اليهود ان عزرة هو الكاتب لي كلايهما يبقى بشكل تقليدي عزرة ونحمية سفر واحد او كان بيتقال عزرة الاول وعزرة التاني المهمة علشان عزرة هو الكاتب بشكل تقليدي للسفرين يرى البعض ان الكاتب هو نحمية نحمية وتعني حرفيا الله يعزي او الله يتحنن ولانه يتكلم بصغة المتكلم معلش السوادي ايه ده قالك لاعتقاد اليهود ان عزرة هو الكاتب لكلايهما اضرب بكلام اليهود عرض الحائط يرى البعض ان الكاتب هو نحمية علشان بيتكلم بصغة المتكلم احيانا طب ده معناه ايه والله العظيم ده كلام خطير ده معناه ان تقليد اليهود ده ولا له اي تلاتة لازمة ما مالوش اي مصداقية اليهود لما يقولوا كلام يبلوا ويشربوا ميتوا علشان فيه ادلة ضده مش افترة عشان فيه ادلة ضده وطبعا الخلاف دليل على انقطاع السند وخلي بالك بقى اصل ده يفتح الباب في التشكيك كان هذا السفر جزءا من سفر عزرة في النسخة العبرية لاعتقاد اليهود ان عزرة هو الكاتب لي كلا يهمه طب هو ما طلعش الكاتب للسفر التاني مش يمكن كمان ما يطلعش الكاتب للسفر الاول مدام فيه باب للتخطيق اتفتح مشكلة كبيرة برضو قد استخدم سجلات قديمة لبيان الاسماء اليهودية الواردة في سفره فين الوحي في الموضوع سفر استير او استر استر من اصل هندي قديم ومعناه سيدة صغيرة ثم انتقل للفارسية واصبح اسمه كوكب ستار استير بقى ستار ويرى اخرون انه من اصل اكادي عشتار وفي العبرية عشتاروت الاله البابلية واسمها العبراني هاداسا اي نبات الاس او من البابلية ايا كان يعني هما خمسين رأي حوالين اسمها طيب بغض النظر عن كل ده كانت ابنة ابي جايل البنياميني وعم مردخاي والذي كان من بين المسبيين بيد نبوخف نصر بالعراق ولما كانت يتيمة فقد رباها ابن عمها مردخاي عنوثا اسمه ميردخ والذي كان يعمل في القصر الفارسي في شوشن سفر استر دامين اللي كتبه يسميه اليهود ميجولوث استير وكان ضمن الجزء الثالث من اسفار العهد القديم ضمن مجموعة النشيد راعوث المراثي والجامعة وكانت تتم قراءته في عيد البوريم ميجولوث احنا شرحنا الكلام ده اللي هو ان العهد القديم عند اليهود مش هو العهد القديم ده التناخ تناخ تورانا فييم كيتوفيم في الكيتوفيم في الجزء اللي هما بيسموه الاسفار الخمسة او الهشرين ميجولوث مش فاكر رقم خمسة بالعبر يعني فهو يعني من ضمن المجموعة دي اللي بتقرأ كاتبه مين كاتبه شوف هنا بيقول لم يعرف على وجه الخصوص اسم كاتبه وكأنك يعني ما شاء الله كنت عارف اللي قبليه بشكل قطع يقيني يعني وان كان عزرة الكاهن قد وضعوا ضمن اسفار العهد القديم طب عزرة وضعوا ضمن الاسفار هو اللي كتبه يعني يرجح انه قد تم تكتابته نحو عام 300 قبل الميلاد لو عزرة كان بيكتب ربعمية قبل الميلاد وهو تكتب 300 قبل الميلاد انت داريان انت بتقول ايه ميت سنة فرق يبقى ازاي عزرة وضعوا ضمن اسفار العهد القديم وهو بعد عزرة بميت سنة ايه دا يا جماعة ايه دا الله يكون في عون اللي بيدرسوا الكلام دا انا لو طالب مسيحي وجابولي الكتاب دا اللي هو مكتوب عليه الى كل الخدام والمكرسين وبعدين مكتوب في ظهره انه لا غنى عنه وبعدين جاء ايه دا هو عزرة وضعوا ولا هو تكتب نحو 300 قبل الميلاد ولا ايه بالزبط يا جماعة اقولي على حاجة واحدة احفظها وانا هاحفظها لو كان الموضوع مجرد ايمان اعمى انت بتسلمهولي اقولي على نص واحد مستقيم متصق احفظه زي ما هو علشان لما حد يسألني اقوله زي ما هو واحد بقى خادم مسيحي مين اللي كتب سفر استر وبعدين لم يعرف على وجه الخصوص اسم كاتبه وده الايمان ياخي قول اي اس معلش لو سمحت يعني نتخيل مع بعض كده السيناريو طبعا وهمي وما بيحصلش في الحقيقة نفترض ان انا خادم مسيحي اللي هو يعني مكرس نفسي للدراسة والرد على شواءات المسلمين والكلام ده كله هعتبر نفسي من كتيبة الكاتكوت مش بتاعي ولا ايا كان جاي واحد سألني لو سمحت يا حضرة الخادم في واحد مسلم قال لي شبهة حوالين كتاب مقدس بيقول ان اصفار كتاب المقدس منقطعت السند والدليل على كده ان احنا ما نعرفش مين هما كتبت الاصفار وبيقول لي مثالي على كده سفر استر ما نعرفش مين اللي كتب سفر استر هو الكلام ده حقيقي لو سمحت هو مين كتب سفر استر او ما انا راجع للمرجع اللي الكنيسة مديهولي ثانية واحدة انا معايا المرجع اللي ميدينه للخدام اللي لاه غنى عنه اللي هو الدليل الدراسي وكل ما يهمك ان تعرفه هبص طبعا في الفهرس عشان اعرف فين سفر استر او مدور ادي سفر استر في صفحة ستين اقوم فاتح صفحة رقم ستين سفر استر كاتبه ايوا اسمع لم يعرف على وجه الخصوص اسم كاتبه طب مش كده يا فاندم معنى ان كلام المسلمين صح ان كتب الكتاب المقدس اسفار الكتاب المقدس منقطعة الاسانيد وإلا كنا عرفنا من كاتب سفر استر لا لا اصل خلي بالك ده مكتوب هنا عزر الكاهن قد وضعوا ضمن اسفار العهد القديم يبقى اكيد عزر الكاهن مش هيحط اي حاجة معلش ايه ده ده مكتوب في السطر اللي بعده يرجح انه قد تمت كتابته نحو عام 300 و300 ده بعد عزره يبقى ازاي عزره هيحطه في اسفار العهد القديم وهي تكتبت بعديه بمئة سنة تعال يا ابن ما نشوف حد يجاوب لنا على اسئلتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سفر ايوب اسم السفر وكاتبه ايوب اسم عبري يرى البعض انه قريب من الكلمة العبرية ايب يعني الراجع الى الله او التائب وتقترب من العربية ويقول اخرون انه يعني المبتلى او المضطهد من الشيطان ومن اصحابه ومن الكوالث وهو من كلمة ايثاب اي المعادي معلش اسمه الحاجة وعكسها طيب ما علينا مش دي قضيتنا يعني هنا بيقولك والكتاب قصيدة درامية ويأخذ السفر اسمه من اهم شخصية مش عشان هو اللي كتب يعني يعني انت عاوز تقولي ان السفر اسمه سفر ايوب علشان ايوب هو بطل السفر مش عشان هو اللي كتبه طب انا مستنى اشوف هو مين اللي كتب يا جماعة قد عثر على مخطوطة قديمة موجودة بمتحف برلين تذكر اسم ايوب بصفته امير معين في دمشق كما وجدنا نفس الاسم ايضا في مش عارف مين بينما يشير النص العبري لانه من سكان مش عارف ايه قد اشار حسقيال كذلك ذكره يرى البعض انه يرجع الى العصر البطرياركي حيث كان يعيش في سنة ويرى البعض ان كاتبه كان من فلسطين وبيه مؤثرات ارامية او عربية انت عارف ده كل ده معناه ايه في الاخر احنا ما نعرفش مين اللي كتب سفر ايوب وايوب ده مش هو الكاتب هو بس اسمه ايوب علشان اهمش خصية في السفر طب هنا لغاية هنا لغاية هنا الاسئلة بقى اللي هي الجمدة اللي من الاخر لما تيجي تسأل عن الكاتب لغاية هنا ايه تسأل عن كاتب سفر ايستر وتسأل عن كاتب سفر ايوب ده لغاية دلوقتي يعني دي اصفار حتى بشكل ايماني تقليدي احنا ما نعرفش مين اللي كتبه طب سفر المزامير اسم السفر وكتبته مجموعة من الاشعار الدينية حملت كلها اسم سفر المزامير سفر تهليم وفي الترجمة السبعينية اليونانية بسلموي وفي الترجمات الحديثة حرفيا مسيقا مش عارف مين سفر المزامير ده قالك هي مية وخمسين مزمور انت متأكد من الكلام ده يعني مش مية وخمسين يا راجل مية وخمسين ولا مية وخمسين ولا انت مش واخد بالك ان فيه مزمور زيادة عليه خلاف اصلا يبا ده سؤال زيادة فوق الاسفار القانونية التانية المزامير كان مزمور مية وخمسين ولا مية وخمسين طيب خليها يبقى نحكي عن المزمور ما يحدد الخمسين ده بعدين قالك نسبت لداود لأنه كتب غالبيتها ينقسم السفر إلى خمسة أجزاء لمؤلفين مع داود مثل موسى سليمان، أساف، بني قورح، هيمان وإيثان أو مزامير غير معروف كاتبها ولبعضها عنوين تشير لموضوعها يبقى بشكل تقليدي مزامير غير معروف كاتبها في مزامير عليها أسامي أكتر واحد اسمه مكتوب على مزامير هو داود فعشان كده السفر ده اسمه مزامير داود لأنه ايه؟ كتب أغلبها طب وباقي المزامير اللي معليهاش أسامي مين اللي كتبها مزامير غير معروف كاتبها يبقى عندك سفر أستر وسفر أيوب والمزامير اللي معليهاش أسامي مين اللي كتبها قد استخدمتها الكنيسة منذ العصر الرسولي قد جمعها عزرة اللي كان في كتاب واحد بس مش هو اللي كتب وطبعاً الدعاء عزرة ده الدعاء التقليد يعني سفر الأمثال مين اللي كتب سفر الأمثال الكلمة العبرانية مشل معناها الحرفي مثل اللغة العربية مثل ويعني المقارنة أو التشابه مين اللي كتبها تنسب إلى سليمان الحكيم مع أن هناك كتب آخرون مثل أجور ولمؤيل وتم تجمعها من كتب مطولة لسليمان في عهد ابنه الملك حزقية الملك الملك حزقية الملك فهي تنسب لسليمان مع أن هناك كتب آخرون والآخرون دول أنبيا يعني ينفع يكتبوا عادي يعني الله مستعان سفر الجامعة يسمى في العبرية قهليت أو قهليث أي الكارز أو المبشر أو المعلم المتحدث في اجتماع عام وعظ فبيقولك سفر الجامعة 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 يعني إيه يعني الذي يعلم الجماعة المتحدث في اجتماع عام في نفس الترجمة اليونانية التي أخذت عنها اللغات الأوروبية الحديثة إكليسياستس وقد أشار الكاتب إنه ابن داود وكان ملكا لإسرائيل وأن لديه أمثالا وحكما كثيرا وهو ما ينطبق على سليمان دون غيره اللي هو أنا هقولكم فزورة ها أنا ابن داود وكنت ملك وعندي حكم يبقى أنت سيدنا سليمان عليه السلام ماشا خلي بالك زي ما قلنا في شرح كتاب إظهر الحق السفر نفسه فيه داخله بيدل على إن فيه ناس تانية وفيه حكم منسوبة لناس تانية أو فيه أمثال منسوبة لناس تانية داخل السفر وإنه فكرة إنه ينطبق على مين دا استنتاج هو أنت يعني عندك العلم بكل أبناء داود هو مفيش غير سليمان اللي كان ملك وكان حكيم هنا بيقولك الواضح أنه من تأليف سليمان الحكيم كما نراه في بذخه وحكمته ونصه يدل على تجربته الخاصة في عالم اللهو والشهوات التي سعى سليمان وراءها حتى ابتعد عن عبادة الله ثم ندم وتعلم الدرس من أنها كلها باطلة إذن يبدو من هذا السفر أنه قد تاب فيه شيخوخته وندم على شروره الكثيرة وإن كان يعارض البعض ذلك الرأي ماشي شكرا نشيد الإنشاد أو الأنا هو مفروض نشيد الأنا شيد أو نشيد الأن شاد دا هو جمع اللي اتنين في بعض الأنا شاد ماشي اسم السفر والكاتب كما هو وارد في بدايته بأنه نشيد الأنشاد لسليمان في علماء قالوا نشيد الأنشاد لسليمان مش هو اللي كاتبه دي مكتوبة له ممكن جايز يعني دا مش نص قطع الدلالة وأيضا يحتاج إلى دليل في الترجمة اليونانية السبعينية الاسم كذا وتعني أفضل أناشيد ويقال إنه يضم عدة قصاد عن الحب قال لك إيه بقى الغزل الروحي بين النفس والله المحبوب الغزل الروحي يا روحي طبعا نحن عملنا فيديو كامل عن نشيد الأنشاد اللي عاوز يشوف بقى الروحية اللي في الموضوع يشوف فهمين اللي كاتبه دا السليمان دا بشكل تقليدي طب سفر الشعياء الشعياء في العبرية يعني الله يخلص وقد دعي أمير الأنبياء لعظمة نبواته وقد تنبأ مش عارف مين وقد رأى مش عارف ايه وقد تزوج امرأة وذكر العلامة أوريجانوس نقلا عن كتاب استشهاد الشعياء إن الملك منسه نشره بالمنشار وقال إن عبارة رسول بوليس هي إشارة إليه نشيروا إشارة إلى الشعياء إن دا من الأنبياء اللي قتلوا يعني وقد تنبأ عن سبي اليهود إلى بابل وكان فهنا المفروض كاتب سفر إشعية هو إشعية وكاتب سفر إرمية هو إرمية ويعني اسمه بالعبرية حرفيا الله سيتمجد أو يرتفع هو ابن كاهن من صبت بن يمين قد بدأ خدمة الرب كذا كذا طب سفر مراثي إرمية يعني إيه مراثي إرمية يسمى في العبرية إكاه أي حرفيا كيفا وهي أول كلمة في السفر وفي الترجمة السبعينية كذا وفي اللاتينية كذا يسمى رثاء أو مناحة كما هو الحال في اللغات الأوروبية الحديثة وقد كتبه إرمية النبي بلغة عبرانية طبعا هو بيقولك مراثي إرمية لأن إرمية عاصر السبي البابلي فبسبب السبي واللي حصل وضمر أرشاليم فدي المراثي بيبكي يعني يبكي على أرشاليم فقد كتبه إرمية النبي بلغة عبرانية بها بعض كلمات كلدانية وقد ضم خمس قصائد شعرية ولذلك يعدم الأصفار الشعرية طيب ما علينا موضوع رثاء إرمية بسبب غزو أرشاليم وخربها سفر حسقيال كتبها حسقيال الاسم العبري حسقيال يعني حرفيا الله يقوي برضو من أنبياء السبي وقد تم أسره ونقله إلى العراق قبل 11 عاما من تدمير أرشاليم هنا بيقولك إيه وربما نشأ في أرشاليم أثناء خدمة إرمية النبي حيث يتشبه به في أسلوبه وتشبيهاته كما كان معاصرا لدانيال النبي فعندك إرمية وحسقيال ودانيال إشعية تنبأ بس ما عصرش إرمية وحسقيال ودانيال عصر سفر دانيال اللي كتبوا دانيال بشكل تقليدي دانيال اسم عبري معناه الحرفي الرب يقضي ويرى يوسفوس أنه ولد بأرشاليم وكان من أصل شريف وتم سبيه إلى بابل وهو لم يزل صبيا مع ثلاثة من الشبان اليهود التلاتة دول برضو اليوم قصة قعد يحكي بقى عن الموضوع ده كل الكلام ده سفر دانيال عادي طيب ده كده الأنبياء الكبار إشعية وإرمية وحسقيال ودانيال إشعية ده قبل السبي إرمية وحسقيال ودانيال دول عصر السبي هندخل بقى على أصفار الأنبياء الصغار سفر هوشع الاسم هوشع عبري وفي الترجمات الحديثة هوسية ويعني الخلاص أو المخلص وقد تنبأ في عهد عدة ملوك في حياة متدت نحو كذا قد عاصر السقوط السامرة وتنبأ فيها وكان معاصرا لإشعياء الذي تنبأ لمملكة الجنوب كما عاصر عموس النبي فهوشع يبقى هوشع هو كاتب سفر هوشع يوئيل هو يوئيل النبي هو من الأنبياء الصغار يعني اسمه حرفيا يهوى هو الله ولا يعرف عنه سوى أنه من اليهودية ولا سيما من أرشاليم نبي من سبله سفر ما نعرفش عنه غير القليل سفر عاموس اللي كتبه المفروض عاموس النبي عاموس كلمة عبرية تعني حمل الأثقال وهو من قرية بجنوب بيت لحم ولم يلتحق بمدارس الأنبياء إنما اختاره الله من بين رعاة البقر قيل إنه عاصر هوشع النبي وكانت نبواته تهاجم العبادة ركز خدمته في بيت إيل ويشمل سفره مقدمة وتوجيهاته مش عارف مين سفر عبيديا مفروض كتبه عبيديا النبي عبيديا اسمه عبري ويعني حرفيا عبد يهوى وهو من الأنبياء الصغار سفره إصحح واحد فقط قيلة إنه خدم بعد دمار أرشاليم أو بعد العودة من السبي أيهما أقرب دمار أرشاليم ده السبي بعد العودة من السبي ده تمام ننسك يعني ما علينا ما تدقش طيب سفر يونان المفروض اللي كتبه النبي يونان هو يونان النبي والاسم العبري يونة وتعني حمامة والاسم اليوناني يوناس أو يونس في القرآن وفي السوريانية والعربية يونان خلي بالك الكلام ده بيبقى لطيف يعني يونس 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 خلاص يعني الموضوع سهل يعني سفر ميخة المفروض كتبه ميخة النبي ميخة اسم عبري مختصر من ميخايا أي من مثل يهوى وهو من بلدة موريشت في جت ومش عارف مين قال لك ذلك لتمييزه عن نبي آخر يحمل اسم ميخة ويسمى ميخة بن يملى ولم يكتب أصفاره وميخة الموريشتي هو كاتب السفر وتنبأ في عهد عدة ملوك اليهوذة وكان معاصرا لإشعياء ماشي سفر ناحوم كاتبه هو ناحوم بشكل تقليدي هو ناحوم النبي هو اسم عبري معناه معز أو حنون وهو أحد الأنبياء الصغار ثلاثة صححات فقط من قرية القوش بفلسطين قد تنبأ لدولة يهوذة وإلى خرام مدينة مش عارف مين كما تنبأ عن سقوط نينوة وقيل أنه كان معاصرا لإشعياء النبي وقام بتعزيات حسقية الملك ويضم البعض هذا السفر كملحق لسفر يونان سفر حبقوق المفروض أنه كتبه حبقوق النبي حبقوق تعني حرفيا قبلة أو عناق أو اسم نبات باللغة الأكادية خلي بالك في نقطة هنا كمعلومات عن مين حبقوق ده وكان عايش إمتى وفين وإزاي ما عندناش معلومات تاريخية تقطع بالمواضيع دي بس احنا بنحاول يعني إيه نشوف السفر في إيه ونفهم منه قالك نفهم من المزمور أنه كان من المرنمين في الهيكل وأنه كان من اللويين المسؤولين عن الألحان وأنه مثل حسقيال أو إرميا من نسل كهنوتي لاوي كما ورد في قسطي الوثن بالو التنين السابق الإشار ما أعلن ويرجع إلى فترة قيام الإمبراطورية البابلية أي نحو عام كذا سفر صفانية أو صفانية أو أيا كان بينطور صفانية ده مفروض اسم النبي فبشكل تقليدي النبي الصفانية هو اللي كتب صفر صفانية اسم عبري معناه الله يستر أو يحمي أو يحفظ ويكنز وهو من الأنبياء الصغار معه كله معلين هو حفيد الملك حزقية يبدو أنه كانت لو صلة بالبراط الملكي يعني يبدو والله أعلم يعني ماشي صفر حجي حجاي اسم عبري يعني عيد أي مولود يوم عيد وهو من الأنبياء الصغار وكان معاصرا لزكريا النبي وتنبأ بعد الرجوع من سبي بابل وكان قد عاد من زرو بابل القائد لأرشليم نحو كذا سفر زكريا هو زكريا وفي اليونانية زخرايس هو اسم عبري معناه الله قد ذكر أو ذكر ما علينا قد تنبأ في السنة الثانية لحكم داريوس الفارسي ويبدو أنه كان من نسل لاوي لذلك كان كهنا وفي وقت رجوع بني إسرائيل من سبي بابل كان يهدف إلى تقوية عزيمة الشعب يذكر التلمود أنه قد طالت أيامه وتم دفنه في بلاده مع زميله حج النبي الذي خدم الرب في نفس الوقت وقد كتب سفره نحو عام خمسة وعشرين قبل الميلاد في أرشليم سفر ملاخي آخر الأصفار الأنبياء الصغار ملاخي ده بقى اسم كاتب السفر ملاخي وقيل أنه مختصر من ملكية أو ملاخية أي رسول يهوة ملاك انجل وتعني مرسل أو رسول ماسنجر في اسمه الحرفي هو رسولي كلمة ملاخي معناها رسولي تاريخ خدمته بين كذا وكذا وقد جاء بعد حجي وزكريا ويعتبر آخر أنبياء العهد القديم وآخر الأنبياء الصغار ماشي يرجح البعض أنه كان معاصرا لنحمي النبي عزرة نحمية عودة من السبي لتشابه موقفهما في توبيخ اليهود يشير السفر إلى وجود حاكم فارسي للقدس وإلى وجود العبادة في الهيكل ولكن بدون غيرة روحية وذلك يبدو من توقيات كذا كذا هنا بيدخل على الأصفار القانونية التانية ففي عنده مقدمة عامة بيحكي قالك الأصفار التي يرفض البروتستانت طبعاها ضمن كتب العهد القديم هي توبيا ويهودات وجزء من أستر وصفر الحكمة وصفر يشوع من الصراخ وتكملها لصفر دانيال اللي هي تسبحة الثلاثة الفتية وقصة سوسنة العفيفة وبيلو التنين وبعدين صفر باروخ النبي وسفر المكابين الأول والثاني حجة البروتستانت في عدم الاعتقاد في قانونيتها أنها لم تارد في قائمة عزرة الكاهن لما جمع أصفار العهد القديم وأنا مش عارف القائمة دي فين ومين اللي كتبها وبترجع لسنة كام وإيه القصة دي يعني يعني أقصد أن القائمة دي مش حاجة موجودة في الكتاب مقدس يرى البعض أن بعضها لم يكن قد تم كتابته بعد في عهد عزرة وسجلها المؤرخ اليهودي يوسيفوس واعتبرها قانونية ثانية وإن كان اليهودي يعترفون بها أثناء الترجمة معلين قد وردت في ترجمات قديمة طبعا دي بقى يعني حجاجهم في الرد على البروتستانت مش دي قضيتنا دلوقت نشوف سفر توبيا توبيا ده نبي مين اللي كتب سفر توبيا؟ توبيا وهي عبرية معناها الرب طيب وكان رجلا من صبط نفتالي وقد سباهش لمن أسر ملك أشور من ضمن الأسرى الذين سباهم إلى نينوة من الأسباط العشرة وقد اشتهر بعمل الخير ومش عارف مين ماشي خلي بالك هو كل ده عمل يحكي عن توبيا وطلب توبيا ومش عارف مين توبيا هو اللي كتب توبيا ده نبي يعني في صفحة سقطت مني يعني هنا صفحة رقم 124 في الصفحة رقم 126 بيقول إيه وقد كتب السفر توبيا وابنه في القرن السابع قبل الميلاد بعد خراب نينوة وقد أثبتت مخطوطات قمران أنه كتب وقت السبي أنا معرفش يعني توبيا ده نبي عشان يقدر يكون هو الكاتب يعني ما عليم سفر يهودت يهودت دي واحدة ست عمرهم ما بيقوله أن ست كتب السفر من أسفار الكتاب يهودت اسم عبري مؤنث ومعناه يهودية ومذكره يهوذة قيل أن هذا السفر تمت كتابته بالعبرية ولكن لم يوجد سوى الترجمة السبعينية ماشي قال لك ده اسم السفر موضوع السفر تجاهل تماما من الكاتب إيه ده تجاهل تماما من الكاتب يبقى الغاية دلوقتي بشكل تقليدي سفر أستر المزامير اللي مش مكتوب عليها اسم وسفر يهودت من الأسفار القانونية التانية سفر الحكمة يرى كثيرون أنه من مؤلفات سليمان الحكيم فين السند هو بالرأي يعني طبقا لما جاء به مثل قوله كذا هو موجود ضمن الترجمة السبعينية اليونانية العهد القديم سفر ياشوع بن سراخ مين اللي كتبه هو الحكيم ياشوع بن سراخ وقد كتبوا بالعبرية في فلسطين ياشوع بن سراخ ده نبي عشان يكتب قد وجدت منه نسخ عبرية في المجمع اليهودي بمصر القديمة سنة كذا وقد ترجمه حفيده من العبرية إلى اليونانية عم كذا سفر باروخ باروخ تلميذ إرميا المفروض أنه من الأنبياء الكبار فبينسب له السفر بشكل تقليدي باروخ اسم عبري معناه مبارك وكان كاتبا وصديقا لإرميا النبي وكان له مركزه الكبير في بلاط الملك صدقيا وفي السنة الرابعة للملك يهويا كيم أملى إرميا نبواته على باروخ ليكتبها أيوة الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن باروخ هو كاتب سفر إرميا ولا إرميا هو كاتب سفر إرميا؟ كتب باروخ سفره في بابل في أوائل القرن السادس قبل الميلاد هنا بيقولك أملى إرميا نبواته على باروخ ليكتبها ويقرأها للشعب وللملك فقام بقراءة بعضها ثم ألقاها في النار الملك خد السفر النبوي ورمى في النار ولكن إرميا أعاد تمليتها على باروخ وقد كتب باروخ سفره مش عارف فين إرميا أعاد تمليتها على باروخ هو ما جابش يعني فين المرجع قالك إن كتب باروخ النبي سفره بالعبرية وكان معدودا كجزء مكمل لنبوة إرميا فين بقى النص العبري بتاعه مش موجود سفر المكبيين الأول والثاني مين اللي كتب سفر المكبيين قالك هنا معنى الاسم اسم المكبيين هو اسم شهرة لنسل يهوذة المكابي الذي استطاع أن يحارب المستعمر الإغريقي في فلسطين ويستقل هو ونسله من بعده بالبلاد اعتبارا من عام كذا لعام كذا وبعدين خدوا على أفاهم وخلي بالك النقطة دي نقطة مهمة جدا في تاريخ بني إسرائيل لأن لغاية عام 35 قبل الميلاد فأثناء بعثة المسيح كان في بال الحكام ثورة المكبيين فكانوا خايفين جدا من إنه يظهر حد تاني زي يهوذة المكابي ويعمل انقلاب مرة تانية ويحاول إن هو يستقل بالبلاد عشان كده تهمت إن يسوع بيدعي إنه ملك اليهود دي تهمة طايا الرأبة على طول أنت عايز مرة تانية تعمل ثورة زي يهوذة المكابي قيل أن صفة مكابي هي تجميع للحروف العبرية الأولى من عبارة من مثل الآلهة يشبهك يا رب وقيل أن هذه الصفة مكابي تعني مطرقة من الكلمات العبرية مكبة أو من الكلمة العبرية مكبة طيب هنا يعني عمال يتكلم في الموضوع ومرة تانية بيتجاهل تماما من الذي كتب سفر المكابيين هنا في صفحة رقم 36 بيقول إن في خمس أصفار اسمهم أصفار المكابيين وقال لك إن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذوكسية بيقولوا بقانونية الأول اتنين بس لكن المكابيين الثالث والرابع والخامس دول أبوكريبة وهم في الآخر يعني تاريخ لليهود في الآخر لا يعرف كاتب أصفار المكابيين تجاهل ذلك تماما مرة تانية يبقى عندك أستر وأيوب والمزامير اللي معاليهاش عنوين ويهودت والمكابيين الأول والتاني هنا جاب لك صلاة منسة الملك ده إيه يسجل سفر أخبار الأيام الثاني أن منسة ملك أرشليم عمل الشر هو شعبه رغم تحضير الله لهم على يد أنبيائه يقول الوحي المقدس وكلم الرب منسة وشعبه فلم يزغوا ثم نقرأ ما يلي أن لما تضايق منسة طلب واجه الرب إله هو تواضع وفيما يلي نص صلاة حسب التقليد اليهودي القديم أنا بصراحة مش فاهم صلاة منسة الملك دي ما كانها فين في الكتاب المقدس يعني هنا ده موقع الأنبا تاكلة كتب لك مزمور 152 أخبار الأيام الثاني فهو جزء يعني من أخبار الأيام الثاني كتب لك هنا أنظر مقال كذا وكذا هنا برضو على موقع الأنبا تاكلة قموس الكتاب المقدس الملك منسة ابن حسقية بيقولك إيه وتوجد أيضا صلاة توبة منسة الملك وهي صلاة قانونية في الكنيسة الأرثلوكسية وهي موجودة في تسابيح ليلة أبو غلامسيس ليلة سبت النور في حين لا يعترف بيها كل من اليهود ولا الكاثوليك ولا البروتستان إيه ده محدش بيعترف بيها غيركو على عموم دي مش قضيتنا دلوقتي يعني دي صلاة منسة دي حاجة زي المزمور 51 واضح إن كنيسة القتال الأرثلوكسية هي بتقبلها دونا عن كل اليهود والنصارى الباقيين على وجه الأرض أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو في الفيديو القادم هنعرض من نفس الكتاب لكن كلامه عن أصفار العهد الجديد وأنا صراحة مش متحمس أوي للموضوع لإن في النهاية أصفار العهد الجديد أغلب النصارى بشكل تقليدي يعني على نفس الكلام متى مرء سلوكا ويوحنى كتابهم متى مرء سلوكا ويوحنى أعمال الرسل كاتب إنجلوكا رسائل بوليس الـ 14 بما فيهم العبرانيين يوحنى الأولى والتانية والتالتة كتبها يوحنى ومعه سفر الرؤية بوتروس الأولى والتانية كتبهم بوتروس يعقوب كتبها يعقوب يهودا كتبها يهودا لكن نفوت برضو ونشوف مش مشكلة لكن هيكون فيديو أقصر بكثير من الفيديو بتاع النهارد أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حازي هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقوم بزيارة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قوم بالإنساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته